كشف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحمر عن وضع تعديلات وشرط لاستراد أكبر عدد من السيارات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة وذلك بعدما عادت الحكومة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستراد أو التركيب هذا واعترف بلحمر في حوار خاص به موقع سه ميديا بأن هذا الملف لم يسير بالشكل المطلوب مشيرا أن هذه السياسات كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الاهداف المرجوة من جهة أخرى قال وزير الاتصال عمار بلحمر أن الجزائر رفعت الأجور رغم الوضع الحالي الصعب الذي تعيشه في ظل أزمة كورونا وفي شأن آخر كدن نطق باسم الحكومة لسهم ميديا أن وزارة الصناعة تعمل بالتشاور مع خبراء في الميدان على إعداد الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بهدف ضبط استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر وبغرض خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة أما بخصوص ملف تصنع اللقاح الروسي سبوتنك في الجزائر فقال بلحمر أن الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا